سل الله على محمد سل الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذب خافذة الرافع إذا رجت الأرض رجا وبست الجمال بسا فكانت هباء ممثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأسحاب الميمنة ما أسحاب الميمن وأسحاب المشأمة ما أسحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكين عليها متقابلين يتوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعين كأمثال اللؤلو المقنون جزام لما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ذأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأسحاب اليمين ما أسحاب اليمين في سدر مخدون وطلح مندود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا انشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأسحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأسحاب الشمال ما أسحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونوشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشعة الأولى فالهولى تذكرون أفرأيتم ما تحوثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطواما فذلتم تفكوون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون وأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواغع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون أوأو أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم